منتبع مشاهدينا آخر فقراتنا لليوم ومثل العادة تعودتوا بخلال من أول فصل الصيف بسباح اليوم عم نضوي على مهرجانات ضياعنا الحلوة وقرانا يلي بالرغم من كل شيء بعدها عم تحيي الروح الحلوة وعم تنشر إذا بدي أقول هايدي الأمل أنه نحن شو ما صار رح نضلنا مكملين ورح نضلنا نعيش أحلى أوقاتنا كيف ما كانت بدأت استقبل بيجو ستوديو المهندس أشرف وهبي أهلا وسهلا فيك من الرابطة الثقافية الاجتماعية ببني صح؟ أهلا وسهلا فيك صحيح أهلا وسهلا فيك أول شيء نحن رح نحكي اليوم عن المهرجان اللي عم تعملوه خبرنا شوي عن بني أكتر لنتعرف على هذه الضيعة الحلوة أول شيء يسعد صباحي أهلا وسهلا بحب وجه تحيي صباحي لأهل البني المقيمين والمغتربين عبر الجديد أهل البنائي المحبين الدعمين دايما اللي بتميزوا بالتكاتف والتضامن مع بعضهم البعض وفعلا لو من هذا التكاتف والدعم والسئل عم بحطوها فينا ما منقدر نوصل بكل الأنشطة اللي عم نعملها لهيدا المستوى البنائي ضايعة بقضاء علي بمنطقة الشحار الغربي نوعا ما هي منها ضايعة كبيرة ويمكن هي بتعطيها ميزة أكتر حتى ناس يكونوا قراب لبعضهم وفيه هيدا الروابط بين بعض واليوم نحس أنه هيدا مسئولية نحن علينا نحافظ على هيدا المجتمع اللي نحن بنتميز فيه وعلى هيدا الروابط اللي بتجمعنا وبتخلينا كلنا قراب من بعضنا هي منطقة على كتف جبل قبل الجسر القاضي والشوف فيها صار عدة محطات سياحية برايفت بولز وكفيات بالطبيعة وكمان البنائي غنية برجال العلم والسفرة حالو بنحيي كل أهل البنائي فردا فردا كنا عام نشوف سيد أشرف بعض الصور من المهرجانات سابقا لكم زمان بتعملوا هالمهرجانات صار عندكم خبرة والهلأ كمان السنة في هالمهرجان قبل خبرني عن هالرابطة يعني مين بينتمي لهالرابطة هل كلكن مقيمين هل بتتلاقوا دعم من أهل البنائي المغتربين حقيقة أهل البنائي يعني غير المسافرين وطبعا زادوا بعد هالأوضاع هني بنسبة 90% مقيمين بالبنائي دائما يعني بيصيفوا بيشتوا بقلب الضائعة هي علوة عن البحر بحدود 600 إلى 700 متر فجوها مقبول كان بالصيف وكان بالشتاء والناس فيها معلقين بالأرض فهون لابد أني وجه أجمل تحية لأعضاء الرابطة الهيئة العامة وبخص الهيئة الإدارية اللي مقالفي من 11 عضو اللي هني فعلا نبض الحي للرابطة لأن اليوم الرئيس قدما كان ما بيقدر يعمل إيد واحدة ما بتزقف فهيدا الفريق اللي عن جد نحن كعيلي وكشعارنا إخوي إلى الأبد فعلا نشتغل كأخوي إلى الأبد وقدرنا خلقنا جو بين بعض من الإلفي والمحبة اللي خلينا نركض لنروح على النشاط وعلى الشغل دائمهم بكل ضيعة يكون فيه رابطة هدفها الأساسة هو اجتماعي صحيح سقافي ترابط نحن بالبناء منا فريق نحن نشتغل مع كل العالم والشطارة بكل شخص موجود إلا ما تلاقي فيه شيء بوزيتف إلا ما تلاقي نقطة قوة فيه فشطارة المسؤول صحيح شطارة المسؤول اليوم يضوي على نقطة القوة يعطيها زخم لحتى تكبر وضغري ضغري تضعف النقطة اللي هي سلبية إذا من اعتبارها نوع أنها هذه بدأ إرادة بدأ أكيد ووعي بدأ يكونوا هالأشخاص كلهم مقررين أنه فيه أولويات بالنسبة لهم خلينا نحكي عن المهرجين السنة بيشو بيختلف عن المهرجانات السابقة نحن يعني تقريبا من أكتر من 25 سنة بنعمل المهرجانات هي الرابطة مأسسة بسنة الواحدة وستين هي منع جديدة أبدا وطبعا العمل الناجح بيكون مدميك وراء مدميك فعبر السنين علوها المدميك طبعا زادت الخبرة صح نحن مهرجاننا دايما بيكون برعاية البلدية وطبعا البلدية بالبناي دايما عندها رعاية فعلية مش بس بالمادة بالوجود بالدعم اللوجستي بالوقوف وهو لابد أن يوجه أجمل تحية لرئيس بلدية البلدية المهندس شادي يحيى المعودين يكون معنا بالمقابلات طبعا نحن نحترم كل الأوانين المحطة اللي فعلا هو داعم بكل معنى الكلمي هو المجلس البلدي مهرجاننا هو مجاني نحن من كل الناس تكون موجودة ونعرف كل الناس على البناي لأنه فعلا عم نقدم مستوى هلأ منحكي عن كل ليلة بليلتها والسنة في تعاون مع التجمع الوطني للثقافة والبيئة والتراث مع الأستاذ رئيس أنطوان أبو جودة اللي هي اللي هو التجمع على صعيد لبنان وشرف للبناي أنه تكون وحدة من هالضيع الموجودة بهذه الطيارة كم ليلة رح بيكون هالمهرجان مهرجاننا السنة هو ست ليالي بيتميز أو بتتميز مهرجانات البناي أنه إنتاج محلي يعني نحن بعد ما يخلصوا للمدارس بنجمع حوالي 150 شاب وصبية بيتدربوا على مصرحيات السنة عندنا مصرحية مدينة الفرح تحيي لروح المرحوم إليشويري مين بيدرب أنا مخرج الأخ وليد يحيا اللي بوجه له كمان أجمل تحيي اللي أنا فيقول بلشت العمل الاجتماعي على المصرح بعمر كتير صغير مع الأخ وليد وهون بحب أقول أنه لما الإنسان بده يعمل وبده يعطي ما بينطر سبب يعني كل هذا العطاء من المخرج وصبايا هو بدون بدل بدون أي مقابل من سنين نعم فهذا بيعطيكي حافظ لما نشوف فيها نحن نفكر بدون أي مقابل بس المقابل كتير طبعا لا بدون أي مقابل ماد صحيح لما نشوف هايك تقاط لما نشوف هايك جاد وهايك تعبع بين حط وهالإمكانيات يعني كل الناس اليوم عم نعرف كيف أوضاع وكيف وكيف ظروفة فبتقولي مستحيل نتخازل عن الشي اللي نحن فيه لازم نعطي ماكسيموم إذا رح يكون في مسرحية مسرحية مدينة الفرح من عمر 15 سنة وأما فوق في عندها مسرحية المحطة هاي دي كمان الأخواليد بيدرب فيها من عمر 5 سنين لعمر 12 سنة واللي هي لما استلمت أنا رئاسة الرابطة أصريت أن يكون فيه إلون ليلي خاصة كنا نعملهم بأول المسرحية الكبار بس ما قد ما حلوين وقد ما بشتغلوا صار في إلون ليلي خاصة بالمهرجين يكون مسرحية كاملة لإلون في عندنا أمسة زجل مع فرقة المجد مع شعر حبيبه أنطون وفرقته سنستضيفهم ليلي بالمهرجين سيكون لدينا شاعر الأستاذ الفنان علي المولى اللي كمان من حب نوجه له تحية وحيكون لدينا أمسة كرال لفرقة إحاء هو الأستاذ الفنان إياد وهبي اللي كمان من وجه له تحية ابن البناء وحتكون تحية لروح المرحوم الفنان الكبير ملحم بركات واللي حنزرع شجرة بالبناء بتخلد الأستاذ ملحم حقيقة نحن كل سنة بيكون عندنا ضيف عندنا حديقة كبارنا كل سنة بالمهرجين بيكون عندنا ضيف مستضيفه وبيزرع شجرة مرألة عنها الأستاذ الكبير وضيع الصافي الروميو الحوود يعني وليام حسواني هي محطة أساسية بالمهرجين مين السنة الضيف سيكون السنة سيكون عندنا بالإضافة لشجرة أستاذ ملحم سيكون في عندنا كمان تحية لفليمون وهبي كون هو كان من أساسيين مصرحية المحطة ولا روح أنتوان شواري بالإضافة لضيوف آخرين ما قالوا يعني منهم بالمسرحيات اللي نعم إذن أستاذ أشرف وهبي الموعد من 15 للعشرين قاب 15 على مدى 6 يام 6 ليالي صحيح 6 ليالي الجميل مدعي كل الناس تزور بالني تتعرف عليها تتعرف أكيد على هالمهرجانات القروية اللي هي أساس ومدماك أساسة لحتى نظلنا نحية حياتنا الرائعة وخصوصياتنا بضيعنا أهلا وسهلا فيه نحن الهدف الأساسي نعرف كل الناس على البناي على هذا الشغل اللي نعم نشتغله بالبناي وعلى هذا المحبة لو ما نكون فيه ألفة ومحبة داخل الضيعة ستدعي بكل قوة أنه كل العالم تعه وشوفه نحن شو هم نعمل شو هم نساوي وأكيد بشكر كل الناس وكل الاغتراب اللي عم يدعمنا واللي وقف حدنا واللي هو الشريان الحي لنقدر نحن نستمر تحييتنا لألون جميعا كل اللي ذكرتهم وكل الناس المعنيين بهذا الموضوع تحييتنا لللبنانيين المنتشرين وينما كان ياللي هنه مثل ما قلت هنه نبضة يعني بكل معنى الكلمة صحيح اشتركوا في القناة